المجلس التصويت مع قرب موعد جلسة البرلمان يوم الأربعاء يتصاعد الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بشأن تسمية رئيسي الحكومة والجمهورية بعد مرور أشهر على انتهاء انتخابات كانت سمتها الأبرز المقاطعة الشعبية التي بلغت 90% ممن يحق له التصويت موطن الصراع هو رغبة التيار الصدري تشكيل ما يسمين بحكومة أغلبية يسيطر فيها على الوزرات الرئيسة وتلك الأكثر إدرار للمال فيما يدعو الإطار التنسيقي لحكومة توافقية لخفض مستوى التصعيد والتهديد بلغة السلاح فيما يبقى الثلث المعطل أحد أبرز أدوات النقد المتاحة لدى الأحزاب الموالية لإيران بغرض ضمان إفشال محاولات تمرير تسمية رئيسي الحكومة والجمهورية أما إعلان حالة الطوارئ فهي وسيلة ضغط يلوح بها التيار الصدري ضد خصومه رغم الحاجة لتصويت الثلثين من أجل تمريره ومع تعنت الأطراف المتنازع يبقى العراق في حالة شلل سياسي المزمن بحسب وكالة فرانس بريس مفاقما حالة التردي العام في البلاد ولا سيما بعد مرور أشهر على انتخابات لم تفضي حتى الآن إلى أي حكومة تذكر بسبب صراع الأحزاب والميليشيات المزمن بعد عام 2003 على المناصب والسلطة لتتصاعد لهجة الاتهامات المتبادلة بين شركاء العملية السياسية بشأن الولاءات والانتماءات في أجواء تسقيطية رغم أن الجميع محسوب على الأجندات الأقليمية والخارجية المؤثرة على المشهد السياسي في العراق والمتحكمة في عبر أذرعها الولائية الميليشياوية ترجمة نانسي قنقر